موسيقى 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 هيا نحن شهد Jagd & Yase ونساء ساحب موسيقى موسيقى استرماد الصباح موسيقى موسيقى لدينا حسابة الشبكات. نحن عدنا في صورات الساعة في الوقت الحالي هي هنا المعضر. أي سر. ماذا؟ 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 فقارة. ساعدنا حسابة هنا على الشبكة. أستاذ يقعون بشكل حسابة هنا. استاذ يغرفون أشنو شيء؟ مهيم. أشنو لقطة ضحفة قالها الآن. اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة والتي تضم حي 17 تموز وكذلك منطقة المستشفى وموصل الجديدة وكذلك منطقة القديمة موصل القديمة تغدى من هذا المشروع طبعا مشروع ماشي على قدم وساق لا يوجد اي مشكلة او معوقات يذكر في هذا المشروع سوى ان ننتظر ان يصل المغذي الكهرباء من جانب الايسر الى الايمن ان شاء الله نأمل ان يكون في ايام قليلة المقبلة تصل الماء ويتم تشغيل الماء وتشغيل المشروع وضخ الماء الى الاحيال لذكرناها لكي يتم اعادة واستقرار المواطنين في جانب الايمن من مدينة الموصل تشرفنا اليوم بزيارة السيد لقمان الرشيدة او مجلس محافظة نينو لطلاع على اعمال الصيانة الخاصة بمشروع اعمال ايمن الواحد مشروع حاول اللي يقع في حاول كنيسة طبعا باشرت كواد المدرية تقريبا منذ شهر باجراء اعمال الصيانة المشروع والحمد لله اعمال الصيانة تقريبا اكتملت ننتظر الان وصول التيار الكهربائي للمشروع المواشرة بتشغيل المشروع وتغذية احياء الجانب الايمن اللي تتغذي من هذا المشروع ونشكر كائد الموصلية لمتابعة تغذية اعمال الصيانة المشروع تشرفنا اليوم بزيارة الاستاذ القمان الرشيدي الى مشروع ماء حاول كنيسة وان المشروع يعمل ان شاء الله حين توفر الكهرباء الوطنية وقمنا بتلافي كافة الاعطاء الحاصلة في المشروع وان شاء الله المشروع سيعمل حين وصول التيار الكهربائي للمشروع